وصلت قيمة الفواتير أو فواتير الكهرباء المتراكمة على المستهلكين إلى قرابة 789 مليون دينار وذلك بحسب بيانات رصدتها المملكة جلها متراكم من ضمن منطقة امتياز شركة الكهرباء الأردنية التفاصيل في تقرير التالي رقعة الشبكة الكهربائية في الأردن اتسعت لتشمل أكثر من 99% من مناطق المملكة إلا أن الالتزام بسداد فواتير الحصول على الطاقة الكهربائية لم يترافق مع ذلك لتصل قيمة فواتير الكهرباء المستحقة على المستهلكين قرابة 789 مليون دينار عملية توزيع الكهرباء في الأردن مناطة بالقطاع الخاص من خلال ثلاث شركات لكل منها منطقة امتياز محددة تبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين وفق تسعيرة التعرفة الحكومية فتعمل شركة الكهرباء الأردنية بمنطقة امتياز وسط المملكة وبعدد مشتركين بلغ مليونا ونصف مليون مشترك إلا أن دمم مبيعات الطاقة على المستهلكين الاعتياديين وعلى الدوائر الحكومية وصل إلى 450 مليون دينار أما منطقة امتياز جنوب المملكة والمناطة بشركة توزيع الكهرباء بلغ عدد المشتركين لديها 230 ألف مشترك ووصلت قيمة الفواتير غير المسددة للمشتركين الاعتياديين قرابة 93 مليون دينار وعلى الدوائر الحكومية قرابة 88 مليون دينار وبالتالي فإن مجموعة دمم مبيعات الطاقة المستحقة بلغ نحو 181 مليون دينار شركة كهرباء إربيد والتي تعمل في شمال المملكة وتضم مليون و440 ألف مشترك بلغت قيمة فواتير غير المسددين من المشتركين الاعتياديين قرابة 57 مليون دينار ودمم الدوائر الحكومية للشركة قرابة 53 مليون دينار ليصل مجموعة دمم مبيعات الطاقة المستحقة 110 ملايين دينار وبالرغم من ارتفاع قيمة وعدد فواتير الكهرباء غير المسددة الا ان الشركات الثلاث العاملة حققت ارباحا عن نشاطاتها التشغيلية بحسب البيانات التي وصلت المملكة فارباح شركة كهرباء إربيد بلغت في التسعة اشهر الاولى من العام قرابة 7 ملايين و500 ألف دينار وشركة توزيع الكهرباء قرابة مليونين و200 ألف دينار اما شركة الكهرباء الاردنية فقالت ردا على استفسارات المملكة ان ارباحها التشغيلية من الانشطة الاساسية وغير الاساسية بلغت نحو المليار دينار الشركات من جانبها بدأت في وضع حلول لضمان سداد فواتير الكهرباء ومن ابرزها العددات الذكية والتي تمكن من قراءة العددات في وقت محدد وبنسبة خطأ معدومة من موقع الشركات وبشكل مركزي ودون الحاجة لأي محصل أو قارئ عددات بالإضافة لإيصال التيار أو قطعه جزئيا أو كليا لكن يبقى السبب الأول لعدم التزام المشتركين بحسب المراقبين هو ارتفاع كلفة الفاتورة الشهرية وللقوف على هذا الموضوع معنا مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأسبق دكتور أحمد حيصات أهلا وسهلا بك دكتور إذن نتحدث عن 790 مليون دينار أردني حقوق لهذه الشركات موجودة على المواطنين كيف وصلت فعليا هذه الحقوق أو حقوق الشركات على المواطنين على المشتركين عفوا وليس فقط المواطنين إلى هذا الرقم الكبير أولا مساء الخير لك وللمشاهدين أعتقد السبب هو الوضع الاقتصادي أنا علمت مؤخرا أنه معدل فترة سداد الفواتير كان في السابق بحدود الـ 45 يوم للشركات اليوم مصل إلى الـ 80 والـ 90 يوم هذا يدل على أنه المواطنين صاروا يتأخروا في الدفع إضافة أنه كثير من المؤسسات الحكومية أيضا تراكمت عليها مبالغ مثل سلطة المياه المؤسسات الأخرى التي تتأخر في الدفع نعم أيضا دكتور تحديدا فيما يتعلق بشق المواطنين لوحده لأنه سنتحدث على شقين المواطنين ودوائر الحكومية شق المواطنين تحديدا إذا المواطن تأخرت عليه فاتورتين والثالثة لم يدفعها يتم قطع التيار يعني هذه الأموال المطلوبة من المواطنين هم أشخاص مقطوعة عنهم التيار أما أن هناك حالات أخرى لا لا أعتقد عمليات فصل التيار عن المواطنين المتأخرين محدودة والسبب في ذلك أنه يعني كما فهمت من مدير إحدى الشركات أنه عدد المشتركين المتأخرين في الدفع كبير جدا بحيث أنه الطواقم الفنية للشركة لا تكفي لفصل التيار عن هؤلاء المشتركين وبالتالي بيستنوا عليهم وبينتظروا عليهم نعم هو المبلغ للأسف أنه تراكم عن المواطنين وأنا بربطه بالوضع الاقتصادي العام للبلد أنه الآن يعني المواطن يشكو من الالتزامات المترطبة عليه بما في ذلك فواتير الكهرباء نعم طيب ماذا فيما يتعلق بالشق الفواتير والمطالبات المطلوبة من الحكومة والمؤسسات الحكومية بشكل عام كيف يمكن لها فعليا أن تتأخر إلى هذا الرقم وهي نسبة لا بأس فيها هذا يعني مرض مزمن نعم هذا مرض مزمن أنا برضو لما كنت قبل عشر سنوات في هذا القطاع كانت المشكلة موجودة يعني المؤسسات الحكومية المختلفة المياه التلفزيون مثلا إلى آخره بتأخروا في الدفع وتراكمت عليهم مبالغ وكان كل مجموعة سنين كل ثلاث أربع خمس سنين يتم عمل مقاصة أو وزارة المالية تدخل وتدفع جزء أو كل المبلغ المطلوب هاي مشكلة مزمنة صحيح نعم طيب دكتور يعني التعرف الكهربائي اليوم نتحدث عن ارتفاعها أو ارتفاع تدريجي خلال السنوات الماضية كان وهل لهذا علاقة فعليا بهذه الديون المترتبة لا 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 الديون هاي ما إلا علاقة ارتفاع التعرفي هو بسبب التكلفة الفعلية لكل وقت ساعة اللي بوصل المواطن ويمكن يتحدثنا مع تلفزيونكم وفي مواقع أخرى عن الأسباب اللي كان لسبب الرئيسي إلها انقطاع الغاز المصري اللي رتب مبالغ كبيري على الكهرباء الوطنية إضافة إلى ارتفاع أسعار البترول والمشتقات البترولية بالتالي الكلفة الكيلوات ساعة ارتفعت يضاف إلى ذلك أنه إحنا لا يوجد دعم للكهرباء المواطن بيدفع السعر الحقيقي وهذا أنا بعتبره إنجاز يعني شيء جيد رغم أنه بيرتب على كاهل المواطن يعني تبعات كثيرة لكن الدائما التخلص من الدعم والسياسة الصحيحة نعم طيب دكتور يعني الشركات الكهرباء في أغلبها شركات خاصة كيف يمكن لهذه الشركات أن تصبر على هذا الدين إذا ما كان هناك هل هناك فوائد لهذا الدين نعم عادة شركات التوزيع تشتري الكهرباء من الكهرباء الوطنية وهي تدفع غرامات في حال تأخير دفع فواتيرها للكهرباء الوطنية بالمقابل المواطن والمؤسسات اللي ملتزمة بالدفع لشركات التوزيع عليها غرامات إذا تأخرت هاي المؤسسات المواطن ما علي غرامات سوى أنه يحق لشركات التوزيع إذا تأخر المواطن شهرين عن الدفع أنه تفصل عنه الكهرباء في حال استعادة إذا دفع المواطن بدأ ترجع الكهرباء وبدفع بهذا الحال غرامة أربع أو خمس دنانير وهذا مبلغ بأعتقد بسيط مقابل عملية الفصل والوصل لأنه فرقة فنية بدأت تطلع وموظفين وآلية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأسبق دكتور أحمد حياصات معنا وشكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر